متابعين مصطفى إكس بلور اليوم عم نعمل مقارنة بين العراضة الشامية وبين الزفة اللبنانية وجينا اليوم لعند المعلم زفة سمران جروب موسيقى شباب اليوم نحن عنا زفة بات عريس بات عروس وزفة المطعم هتكون المطعم الانترو دخلة العريس دخلة العروس كوكتيل الكل جاهز بدنا نولع موسيقى 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 دلال نشار زفة سمران جروب مصري بالمصلحة 18 سنة بلشت بفرقة كان عمري شي 16 سنة ودالليلة مستمرين لفتحنا اللي احنا لوحدنا ربيت على وأكيد نميز عن غيرنا دايماً اشتهرت الدبكة الليبنانية اللي هو الفلكلور الليبناني تقريباً بعد الحرب العالمية التانية وكانت الموسيقى البداوية هي اللي صاحبت الرقصة الدبكة في عدة رقصات اللي بيتنوعوا دبكة المجوز الدبكة السريعة الهوارة الغزيل حسب كل زبون اللي رغبته ونحنا عنا يهون كل يهون إن شاء الله بإذن الله موسيقى أكيد هلا كل زبون عنده طريقة معينة يعني نحنا منلبيلوا إياها في عندك علم منا قادرة تعمل بمطعم كنا نحنا عمل رفقة ببيت العريس وببيت العروس فقط لغير هن بيكملوا العرس ممكن بالبيت وفي عندك علم من وايكبون من بات العريس لبيت العروس ومنلحق الموكب على المطعم بالصلاة بيكون في لوحة استعراضية في عندك إشي كتير ممكن نحنا نعملها بالقلب العرس وعندك علم بتعمل الشي الأساسي كل عنصر بيقدم وظيفة عنده إياها معينة العنصر اللي بنت متل منها عم نشوف في شي للاستقبال اللي هي الفيونون الساكسيفون الهارب اللي تشالو وفي عندك عراس بيكون نسائية فقط ممنوع رجال فيها بيطلبوا من عنا عنصر نسائي يعني زفهم قونا من 8 بنات تفوت على عراس نسائي فقط فيها نحنا نسميها خوجة أو منشدة أو شي ولا كيف لا ممكن يقدموا لوحة حتى لوحة في الكلورية بس نساء هو نحنا نسميه عراس شرعي بيطلبوا من عنا شباب بس بيقاع معين يعني ما بيطلبوا الزمر ما بيطلبوا الطبلة مولد يعني فين نقول مولد مثل الدف اللي بلى سنوج ايام بيطلبوا مننا انو نستقبلوا بيعراضة شيمية ما منستغرب حتى اللي بيكون اللبنانية والله نحنا ايام ما منحدد السعر ايام من راعي زبون بشكل انو ما منحرمو هالشي يعني اذا بخبرك يمكن يمكن ما تصدقني يعني ايام نحنا منقدم هالشي انو نطلع نحنا وال يعني المبلغ اللي عطانا للعريس صلح بشكل انو نحنا انو محربنا العرسين من الشي الفرحة اللي حتكون لقلون هي مرة بالعمار وبشكل انو هلأ نحنا ما في عنا ضغط ممكن هلأ بالوضع الشتوي ممكن تبدأ بمئة دولار زفة بات العريس وبات العروس ومن واجبه معنا على الصالة قلتلي في عرض بدك تقدمه على شاشة مصطفى اكسبلاور شو هو هاتا شو؟ العرض بيتضمن هو الزفة اللي بيتضمن السيارة العروسين مزينة وبيتضمن التصوير فوتو وفيديو هيدا نحنا من عدم من عنا بثلاثمئة وخمسين ضمن ترابلوس مئة بالمئة اللي حابين يحجزوا عن سامران او يشوفوا شو عنده نحنا مكتبنا بطرابلوس الميناء ايضا اخر شرع بورسايد مستدرية الجروبة ورقم التليفون واحد وسبعين خمسة خمسة تسعة تسعة تشرفت كتير بحضرت حبيب قلدي موسيقى 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 اشتركوا في القناة